بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا فيكم في الجلسة ميتين واثناش لمجلس الوزراء طلعت علينا الحكومة الاسرائيلية امس بقرارات متعلقة بالسلطة الوطنية الفلسطينية وبالدعاءات انها تريد تقديم تسهيلات للسلطة باسم مجلس الوزراء نقول ان المطلوب من اسرائيل هو وقف العدوان على شعبنا ووقف القتل والاستيطان ووقف قرصنة اموالنا والعودة الى مسار عنوانه انهاء الاحتلال استنادا الى الشرعية الدولية والقانون الدولي عند الحديث عن اعادة الاموال مشروطة بوقف اجراءاتنا في المنظمات الدولية امر لن يتم ونحن ماضون في ذلك وكذلك مسألة وقف صرف ما تقوم به السلطة الوطنية الفلسطينية تجاه اسر الشهداء والاسراء لن يتم ايضا الرئيس ابو مازن ونحن خلفه عبر عن هذا الموقف في اكثر من مناسبة ان الاموال المحتجزة لدى اسرائيل هي اموالنا ويجب على اسرائيل تحويلها لنا دون ابتزاز او شروط وشعبنا يرفض تماما وشعبنا يعرف تمام المعرفة حقائق الامور ويرفض هذا الابتزاز من جانب اخر يتابع سيارة الرئيس معنا يوميا عمل اللجان المشكلة لمعالجة اثار العدوان الاسرائيلي على مخيم جينين والمدينة هذه اللجان تعمل على مدار الساعة وقد وجدنا دمارا كبيرا في الطرق وشبكة المياه والكهرباء والاتصالات والمباني الخاصة والعامة وغيره ومنذ الساعات الاولى لانتهاء العدوان عملت الطواقم الفنية على اعادة الحياة لمخيم جينين حيث قامت اليات الاشغال العامة بعادة فتح الطرق وازالة الانقاذ وتأمين المساكن للمتضررين وتقوم تواقم وزارتي الحكم المحلي وسلطة الطاقة والاتصالات بعادة ربط شبكات الكهرباء التي يعيدت للمخيم ويجري العمل على اعادة شبكتي المياه والاتصالات حيث يجري تزويد المواطنين بالمياه عن طريق السهريج الى حين انتهاء العمل وتواصل الفرق الفنية حصر الاضرار في المدينة وفي المخيم وشكلنا لجنة فنية لمتابعة وقيادة جهود الاعمار برئاسة وكيل وزارة الحكم المحلي وعضوية الوزارات ذات العلاقة ومحافظة جينين وبلدية جينين ودائرة شؤون اللاجئين واللجنة الشعبية في المخيم وكلفنا هذه اللجنة بقيادة مشهد اعادة الاعمار وتقديم العون للمتضررين وتم تكليفها ان تنسك مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الانروة ومع من يلزم من جميع هيئات ومؤسسات والاجهزة الفلسطينية في جينين من جانب اخر قدمت بعض الدول الشقيقة والصديقة والهيئات الدولية تبرعات لصالح اعادة اعمار مخيم جينين والمدينة نشكرهم جميعا ونخص بالذكر الجزائر الشقيقة التي تبرعت بمبلغ ثلاثين مليون دولار ودولة الامارات الشقيقة على تبرعها بمبلغ خمستاشر مليون دولار عبر وكالة الغوث الانروة وكذلك مئة وخمسين الف دولار من تركيا ومئتين الف دولار من مؤسسة انيرا كلاهما موجه لوزارة الصحة لتوفير مستلزمات طبية من جانب اخر توزعت المساعدات المحلية للمخيم والمدينة على النحو التالي ستقدم الحكومة الفلسطينية من خلال وزارة المالية مبلغ سبع مليون شيكل وكانت قد صرفت ثلاثة وستة في العشرة مليون شيكل لبلدية جينين الاسبوع الماضي وخصص السيد الرئيس مبلغ خمسمائة الف شيكل من موازنة مكتبه بلغت حصيلة تبرعات المواطنين في الحملة التي دعت اليها وزارة الاوقاف بعد صلاة الجمعة الماضي اثنين مليون شيكل نقدر ما يقدمه ابناء شعبنا من افراد وهيئات ومؤسسات شعبية ومجتمع مدني وبلديات من مساعدات عينية لمخيم جينين في مشهد اعاد قيم التكاتف والتضامن والعمل الجماعي كما قررت الحكومة اعادة توجيه احد مشاريع الصناديق العربية لتعبيد الطرق في داخل المخيم في داخل مخيم جينين كما تم الاعاز بالاسراع في اجراءات تخصيص قطعة الارض المجاورة للمقبرة في المخيم ايضا تقوم طواقم وزارة التنمية الاجتماعية على تنسيق جهود الجمعيات الخيرية لمتابعة اوضاع العائلات التي تعرض اطفالها للصدمات وتوفير الدعم المعنوي والاغاثي لهم وفتح اماكن ليواء المهجرين الى حين اصلاح منازلهم وبالتنسيق مع اللجنة الشعبية في المخيم يناقش مجلس وزراء اليوم الجهد الامني والمدني وعادة عمار مخيم ومدينة جينين ومشاريع بنية تحتية وقضايا مالية وسياسية وقضية دير الارمن في القدس وادارة مخلفات البناء والهدم ومجموعة من القوانين والانظمة واللوائح وشكرا وشكرا